السؤال الأول هو الأكل الصحي اللي يسمن والأكل الصحي اللي يضعف شنو تنصح أنت سؤال حلو هذا ومهم جدا والله دائما ينطرح أكو أكل يسمن وأكو يضعف لازم أخلي قاعدة مهمة إنه ماكو أكل يضعف وماكو أكل يسمن إحنا شرحنا قبل فترة فكرة صعود الوزن ونزولة كلها يعتمد على السعرات الحرارية أنا بأمكاني على سبيل المثال إذا احتياجه من سعرات 1500 سعرات طيب أنا مسوي عجز بالسعرات بإمكاني أكل هال 1500 بس باشا أو بس دهون أو بس سكر ينزل وزني أو لا ينزل وزني لكن هل ينزل بطريقة صحية لا بالتأكيد طيب فماكو أكل ينزل وزن وماكو أكل يصاعد الوزن عادة أقدر أكل فواكه أكثر من احتياجي بس فواكه ويزيد وزني وأقدر أكل باشا أقل من احتياجي وينزل وزني فهنا الجزئية أو القانون القطعي لزيادة الوزن ونزول الوزن هي السعرات الحرارية أكل أكثر من احتياجي أسمن أكل أقل من احتياجي أطاف كل بساطة يعني هذا الأمر طيب عندنا سؤال ثاني وهي شنو الوصفات الأكل الصحية لمرضى السكر لأنه حضرتك أنت مختص في تجهيز أكلات صحية صح لمرضى السكر الفكرة صراحة مرضى السكر وتحسس الغلوتين طبعا هي كانت بالبداية فكرة بسيطة لتجربة نوع معين من الأكل أنا والدي كذلك مارض سكر نوع ثاني فمرضة نجرب أكلها نطيان قسل السكر فمرضة قلنا خلني نشر على الأكل فأنا صدمت بعدما نشرت الأكلة هذي اللي كانت عبارة عن كيك بوقتها والمنشور حول الأكل السكري عبارة عن كيك والجوز الهند استغربت أنه قرأت بالرسالة قلب مات الصفحة يعني ذيت الرسالة صراحة حسستني أنه أنا مسوي إنجاز يعني تختلف عن كل رسالة الصفحة تسلمت الأخي تقالت أنا بنتي عندها سكري أول ابتدائي هي خطيئة الطفلة فتقول من تروح المدرسة تشوف الأطفال يأكلون كيك وها الأمور فتجي تبتي ما تقدر تاكل ايه فتقول لقد خلني جرب يعني أسوي هالوصفة ممكن يعني بلكي تنجح فتقول سوينا الوصفة ومن جربنا الوصفة أكلت لبنية الوصفة أكلت الكيكة تشيكنا الأنسولين تشيكنا السكر وما تحرك فتقول لبنية الزغيرة بدت تبتي يعني أول مرة تاكل هيت شي ومرتاحة وتحس بنكة طيبة وما هذي فصراحة أنا بديدش الرسالة حسيت أنه أنا مقدم شي فبعدها فبعدها بدنا بسلسلة يعني أنا حتى استغربت بعض الرسالة تجيني يقولون هاي الوصفات أنه يدولوها جماعة المرضى التوحد أو جماعة تحسس القلوتين لأنها سمسوي على هاشتاق شكر قلوتين اللي أكو أكلاس ما يبيها لا سكر الأهل السكر وتحسس القلوتين فالظاهر أنه يستفادوا من لأنها جماعة التوحد وهذه الأمور فرطة الحركة فصراحة ذيك الموقف أنا منسى يعني أعتقد يعني بداك الرسالة أو عفوا مذيك الرسالة أنا حسيت أنه أنا مقدم شي صراحة الناس استفادت منها يعني ترجمة نانسي قنقر